اشتركوا في القناة انه اليوم تحديدا اليوم الاربعاء احنا بحاجة لدعائكم لانه والدي العزيز الله يحفظه يومه بالسلام ان شاء الله اليوم صباحا يوم الاربعاء عنده عملية كبرى العملية هي مدتها تقريبا 8 ل 10 ساعات وتعتبر عملية خطرة جدا فيريت انه من الاحبة انهم يكثفوا الدعاء ما قصرتوا بالسابق ولكن اليوم برجوك رجاء من اخ لا اخوته لا احبته انه ما تقصروا بهذا الموضوع عسى انه ربنا يخذ بدعائكم ويخفف عنه ويعني تكون النتائج باذن الله انها جيدة طبعا ومن الاشخاص الي بحبوا يدعو بالاسماء ابوي اسمه ابراهيم ابن خديجة وبتمنى من الله انه ربنا يتقبل دعائكم ويعني وتكونوا اقل ما فيها عملنا اللي علينا حتى بالدعاء فارجو انكو يعني ما تقصروا بهذا الشيء اليوم توقعتنا اليوم الاربعاء 16 شباط فبراير القمر موجود في منزلة الزبرة وهي للربح والحرية الصلاح والاصلاح ورح يمكت القمر في هاي المنزل لغاية الساعة 34 دقيقة من صباح اليوم الاربعاء 16 واحد لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة الصرفة وهي منزلة للربح والضرر والخراب الاصلاح بين الشركاء والثبات طبعا القمر اليوم موجود في برج الاسد في ساعات المساء في خلوم مسار وانتقال القمر رح يكون للعذراء طبعا القمر اليوم موجود في برج الاسد زي ما حكينا فعشان هيك اغلب الوقت تأثيرات برج الاسد هي اللي بتأثر علينا فبيكون الناس من حولنا في هاي الفترة اكثر كرما مما اعتدنا من الناحيتين المادية والعاطفية وبيكون التركيز حول الاستمتاع والترفيه وتبادل العاطفة طبعا بوسعنا التقرب من المسؤولين ومحاولة الحصول على بعض المطالب العادلة ووسعنا اقتراض المال والاستثمار واقتناء حلية ثمينة والتحلي بالشجاعة وارتداء ملابس انيقة بتلفت انتباه الاخرين لائلنا بالنسبة للزاوية البطيئة طبعا اليوم في ذروة زاوية بطيئة وفي زاوية بطيئة طبعا ما انا ايام نذكرها اللي هي زاوية التسديس الايجابية بين المشتري وبين اورانوس واللي راح تتشكل طبعا زي ما حكينا يوم سبعتاش اثنين وهاي طبعا مستمرة بتاثيراتها لأيام خمسة ثلاثة طبعا هاي الزاوية بتعزز لدينا قوة الحدث وخصوصا في مجال العمل والعلاقات مع المسؤولين والزملاء اما بالنسبة للزاوية اللي اليوم راح تتشكل طبعا هي زاوية البطيئة اللي هي اقتران ممتزجة اي مزيج بين السعودة والنحوسة بين الزهرة وبين المريخ وهي دروتها راح تكون يومي يعني مرتين راح تتكرر دروت هاي الزاوية خلال فترة القادمة الاولى اللي هي اليوم الاربعة ستعاش اثنين الثانية يوم ستة ثلاثة برضو راح ترجع تتشكل زاوية الاقتران هاي مرة اخرى فمعناته هي مستمرة هاي الزاوية من اليوم لغاية يوم سبعتاش ثلاثة لانه تأثيراتها مستمرة بغاية سبعتاش ثلاثة طبعا اليوم دروتها الساعة ثنتين وثمانية وعشرين دقيقة عصرا بتوقيت جرينيش هاي الثروة الاولى ما هي ايجابيتها انه بسود جو عام من الود فبتسهل علينا التفاهم مع الاخرين وبتعزز العلاقات العاطفية الناجحة اكثر المتضررين هم المتزوجون لانها بتخلق لهم مشاكل عاطفية لها توابع سلبية اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التقاوض الايجابية بين القمر وبين الشمس وعناها اكتمل القمر بدر في هاي اللحظة هاي الزاوية راح تكون الساعة اربعة وستة وخمسين دقيقة مساء بتوقيت جرينيش هذا الاتصال بخلق لدينا حالة من عدم الاستقرار تتمثل بصراع بين المشاعر والافكار مما ينعكس سلبا على علاقاتنا مع الاخرين بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار يعني خلو المسار راح يبدأ ساعة اربعة وستة وخمسين دقيقة مساء بتوقيت جرينيش ورح يستمر حتى تمام ساعة ثمانية واثنين واربعين دقيقة مساء بتوقيت جرينيش لا ينتقل القمر بعديها لبرج العذراء هذا بيعني انه الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد او مهم مثل توقيع عقد او خطوبة او زواج او شراء شي ثمين بل اكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار الساعة تمانية واثنين واربعين دقيقة مساء تبدأ عنا اللي هي استقرار القمر في برج العذراء فمنعود الان لطبيعتنا الجادة ننتبه اكثر لصحتنا في ممارس التمارين رياضية او البدء بحمية بتساعدنا في المحافظة على وزن مناسب بنقبل على عملنا بهمة ونشاط ما منترك واردة او شاردة دون تفحصها بنجد انه عنصر التنظيم في عملنا بيلعب دور هام ومنشعر ان الناس شحيحون في عطاءهم ماديا وعاطفيا ممكن ننتقد بعض الاشخاص او ننتقد انفسنا حتى ونتوهم امراض ما الها اي وجود هاي افضل فترة للتخلص من عادي سيئة في التدخين وشرب الكحول موسع نقتناء حيوان اليف او مطالعة كتاب مفيد او البدء بوظيفة او عمل جديد بما انه اليوم ما رح نحكي عن الانتقال يعني ايش تأثيراته في حلقة الغد ان شاء الله رح نحكي عنها ولكن الاعضاء الاكثر حساسية اليوم القلب والشريان الاورطي الدورة الدموية ضغط الدم معدل ضربات القلب العمود الفقري والظهر والجانب فهاي الاعضاء اصبحت هي الاكثر حساسية الي لازم نوفر لها العناية الاضافية لغاية ساعات المساء طبعا بالنسبة لليوم بما انه اكتمال القمر واحنا هاي مسألة خلافية بيني وبين الفلاكيين فيها معظم الفلاكيين وانا منهم سابقا كنت احكي نفس الكلام وهو شيء صحيح وعلمي انه ميوعة الدم بتزيد او ممكن اثناء اجراء عمليات جراحية انه يصير اشيء العلاقة بالنزيف كان هذا الشيء قديما يعني كان يصير لانه الطب كان ضعيف الان صار حتى اللي باخده مميعة الدم لو خضعوا العمليات جراحية فسهل جدا عملية انك انت تعطي مواد او ادوية مجلطة للدم تعمل تجلطات او وقف النزيف وتحكم بماكن النزيف بسرعة اكبر فاصبحت يعني مش هالخطر الكبير فعشان هيك انا بظل احكي انه لا تصلح للعمليات الجراحية فلكيا ولكن طبيا هي تصلح لانه اه سهل التحكم في الموضوع فهنا بصير الخيار خيار الطبيب اذا كانت العملية ضرورية فما تتأجل واذا كان في مجال التأجيل تتأجل ما في اي مشكلة اما بالنسبة لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة فما في اي مشاكل لعمليات التجميل نهائيا ويصلح هذا اليوم لقصة الشعر التجميلي والصبغ ويصلح للقصة العلاجي بالنسبة لمطعوم كورونا طبعا ما زالت الاجواء شوي الها علاقة ببعض التحسسات فعشان هيك منقول انه في حال انه شعرته ببعض الالام او بعض الاعراض الجانبية افضل شيء هو مسكن وخافض للحرارة اللي هو البندول او البراستيمول حتين عيار خمسمية او حب عيار الف كل ست ساعات لحد ما تروح الاعراض بما انه القمر رح يستقر في برج العذراء خلو المسار القادم رح يكون يوم الجمعة 18 اثنين طبعا رح يبدأ خلو المسار يوم الجمعة الساعة 11.19 دقيقة مساء بتوقيت جرينيج ورح يستمر لليوم التالي اللي هو يوم السبت 19.02 حتى تمام الساعة 53 دقيقة صباحا لا ينتقل القمر لبرج الميزان بالنسبة لعمر القمر اليوم عمر القمر هو المكتمل 16 يوم في تمام الساعة 2.48 دقيقة عصرا بتوقيت جرينيج ويصبح 17 يوم نسبة الإضاءة 100% اما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الدلو حتى يوم 18 اثنين وانتحس بنسبة 10% القمر في الاسد ينتقل العذراء ورح يمكث في العذراء حتى يوم 19 اثنين منتحس بنسبة 10% عطارد في الدلو حتى يوم 10 ثلاثة سعيد بنسبة 15% الزهرة في الجدي حتى يوم 6 ثلاثة الان هو سعيد بنسبة 30% ولكن في ساعات العصر بصير سعيد بنسبة 15% المريخ في الجدي حتى يوم 6 ثلاثة سعيد الان بنسبة 70% ولكن مع ساعات العصر بصير سعيد بنسبة 60% المشتري في الحوت حتى يوم 10 خمسة سعيد بنسبة 30% زحل في الدلو حتى يوم 4 ستة منتحس بنسبة 10% ورنس في الثور حتى يوم 24 ثمانية سعيد بنسبة 15% نبتون في الحوت حتى يوم 28 ستة سعيد بنسبة 15% البلوتوف الجدي حتى يوم 29 أربعة سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل طبعا القمر ما زال موجود من الآن لغاية ساعة المساء في البيت الخامس اللي هو برج الأسد فعشان هيك بتظل رغبتكم عالية جدا في التقرب من أحبائكم فضاء وقت ممتع معهم وهي تعتبر فترة مثمرة وإيجابية فتنجحوا اليوم في حملة ترويج عشان هيك يحاول أنك تكون جريء في طرح اللي عندك أو مشاعرك أو حسيسك أو متطلباتك الحظ حليفك وممكن تتسارع الأحداث بشكل مميز واستثنائي وتتلقى جواب أو عرض اللي يكون مميز برج الثور بتحتل الأمور البيتية والعائلية القصة الأكبر من تفكيركم بما أن القمر ما زال موجود في بيت البيت والعائلة والبيت الرابع فعشان هيك اليوم ممكن تجدوا تعاون من أفراد العائلة بتلمسوا بس بعض التوتر على الصعيد الشخصي أو العائلة ممكن يعني هيك تتخلى عن بعض المواقف اللي كانت تشكل لك بعض المتاعب في الفترة الماضية تجنب العمليات الجراحية حاول أنك تأخذ فترة متقطعة من الراحة واستشير طبيبك وحاول برضو أنك تهتم بالواجبات العائلية الكامل برج الجوزة بتكثر عندكم الاتصالات والتنقلات اليوم عندكم نشاط عالي جدا بما أن القمر موجود في البيت الثالث منكم أشخاص ممكن يخرجوا في نزهة قصيرة وبيكونوا لكم نوع من أنواع التعامل مع أخ أو جار فاليوم ممكن هيك تحس أنه هاي فترة حافلة بالواجبات والمسؤوليات على أنواعها أهم شيء أنك ما تتهرب منها الحظ بدعمك بشكل قوي فعشان هيك ممكن يتغير الوضع لصالحك شرط التحلي بالليونة والدبلوماسية في التفاوض واليوم رح تكثر عندك الزيارات والتنقلات على أنواعها برج السرطان اليوم بيحمل مكاسب وفرص لها علاقة بالوضع المالي لأن القمر موجود في بيت المال فهو بيحفز هاي الأمور وخصوصا الأموال اللي بتيجي من عمل إضافي مستردات، هبات، دعم، هدايا يعني أي شيء بيجيك لنوع من أنواع الدعم حتى لو تسترد أموال لإلك كان صعب أنك تحصلها بالفترة الماضية مع هيك بيك تحذروا من أي خطوة مالية جديدة لا سيما شراء حاجيات ثمينة اليوم بتعالج استحقاق مالي أهم شيء أنك ما تتسرع بتوظيف الأموال بل دقق بالتفاصيل بتطمئن خواطرك نوعا ما وبتتحسن المعنويات بشكل ملحوظ أهم شيء أنك تتفعل برج الأسد طبعا اليوم القمر موجود عندكم ألقى بنوره على جميع مواليد برج الأسد فاليوم بتحسوا أن الطاقة أعلى ونشاطكم أعلى بتثير من الأيام الماضية اللي كانت شوي ضاغطة عليكم واليوم بوسعكم المبادرة بخطوة جديدة الدعم من مركزكم الاجتماعي وبتقدروا توضحوا وجهة مظهركم والاهتمام بمظهركم فبتشعروا بالحماسة الفائضة وبتنشغلوا موضع حجر أساس لمشروع جديد أو فكرة جديدة أنت اليوم بتمتلك الأفكار باهر بالحلول ومذهل فبتبدأ صفحة جديدة في حياتك وهذا الشيء لصالحك برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء طبعا القمر لآخر يوم موجود في بيت المتاعب في ساعة المساء المتأخر بانتقل وبوصل لعندكم فعشان هيك من الآن لساعة المساء بسيطر التعب عليكم حاولوا تنظيم أموركم والمحافظة على صبركم المعهود وخصوصا أثناء تصريف الأمور والتعامل مع الغير فعشان هيك بدك تحاذروا الأفكار السهدى والمعنويات المنخفضة ممكن تخيب آمالك أو تتأخر أعمالك في ابتداء يعني من الآن للمساء عشان هيك بدك تبتعني عن الضجيج والصخب حاول أنك ما تحسم قرار ولا تكون لجوج لأنه ممكن يخذ لك الحظ برج الميزان بتنشطوا اجتماعيا وبتلتقوا الأصدقاء ومنكم أشخاص ممكن يطلقوا دعوة لحضور حفلة أو مناسبة سعيدة وبتكون تنقلاتك مهمة وبتتمتع اليوم بسرعة خاطر وذكاء عالي جدا ممكن يتحدد اليوم توجهاتك الفكرية والاجتماعية وحتى السياسية فعشان هيك لقاءتك كلها بتلاقي نوع من أنواع الدعم أهم شيء أنك اليوم ما تماطل بل تشجع على العمل الجماعي ما تتهرب وبرضو حاول أنك تحافظ على سمعتك برج العقرب بيتركز اهتمامكم حول المحافظة على مصالحكم في مجال العمل وهذا يوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أهم شيء أنك تهدئوا من روعكم وما تنفعلوا وتجنبوا مخالفة القوانين وإحرصوا على استقراركم برضو بتكون تجنبوا الخلافات والمجازفات الشائكة عشان ما تشوهوا سمعتكم أو تعرضوا سمعتكم لبعض المخاطر وإحرصوا على لجم المشاكل إذا شعرتوا ببدايتها طبعا القمر موجود في بيت السمعة والعمل فعشان هيك خلوا علاقاتكم بالعمل ممتازة وحافظوا على سمعتكم برج القوس بتنشطوا في مجال السفر والاتصال البعيد وبتشاركوا في حملة أو ورشة عمل أو دورة أو رغبة في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقات معهم لأجواء داعمة بما أن القمر موجود في البيت التاسع فهاي الفترة جيدة للسفر للرحلات للدورات وبتفرح لانفراج وتسوية مهمة اليوم ممكن تهتم بهواية أو هواية جديدة مثلا أنت عندك حيوية ومتحمس لمتابعة المساعي كذلك تقدرها على التواصل مع محيطك بشكل واسع جدا برج الجديد اليوم بتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة طبعا القمر في بيت المال والمال المشتركة فعشان هيك بيحمل فرص لها علاقة بالمكاسب اللي بتيجي من شراكة أو تعويض أو ميراث أو قرض بنكي ولكن من جهة أخرى يجب الحذر من أي شراكة مالية جديدة ممكن اليوم تناقش موضوع تمويل أو قرض أو ممكن تحصل على التسوية اللي أنت بتحلم فيها ممكن تناقش مواضيع مهمة وتجتاز امتحانات صعبة فعشان هيك عالج الشؤون العائلية المهمة هذا أهم نقطة والأمور المالية ثاني نقطة برج الدلو بترغبوا اليوم في تدعين شراكاتكم القمر مقابلكم تماما فبعزز أمور الشراكة الشراكة المالية والشراكة العاطفية وعلاقكم مع شركاكم أو أزواجكم هذا يوم مناسب للقيام بعمل بتطلب تعاون من طرف ثاني حذروا من الخلافات حولكم الضخم الأمور اليوم تبدو هيك مرهفي الإحساس ومتوترين بسبب قلق ما على مسألة ما فعشان هيك بتكتحاضروا إثارة العدائية والبلبلة أن مزاجكم متقلب وإنتوا عصابيين وهذا الشيء ممكن يثير النفور للأشخاص اللي بتتعاملوا معهم برج الحوت طبعا القمر ما زال موجود في البيت السادس اللي له علاقة بالعمل وبالصحة فعشان هيك اليوم بتحسوا أن العمل بدأ يتراكم أكثر من الأيام السابقة وبتصير الأمور بحاجة للتركيز والتنظيم فعشان هيك إنجزوا فقط ما بوسعكم من عمل دون المبالغة في ذلك وبتكن تنتبهوا لغذاءكم وراحتكم وصحتكم أهم شيء إنكم ما تهملوا الواجبات مهما كثرت أو صعبت وراعوا ظروفكم الصحية حاولوا إنكم تكونوا دقيقين ومنظمين ومراعي لظروفكم ولمعنوياتكم هيك نكون امتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إلي أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر